أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي مرزى وزير الشؤون الكهرباء والماء أن الهيئة تلعب دورا مهما في تنفيذ برنامج عمل الحكومة بمحاورها الستة سعادة الوزيرة شار إلى حزمة من المشاريع التي تنفذها الهيئة والتي منشنها أن تحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهذا ما أوصى به الملتقى الحكومي 2016 يتكون برنامج عمل الحكومة من ست محاور رئيسية هي كالتالي أولا المحور السيادي ثانيا محور المالي والاقتصادي ثالثا محور البنية التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية رابعا البنية التحتية وخامسا المحافظة على البيئة واستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وسادسا الأداء الحكومي بالنسبة لهيئة الكهرباء والماء فهي تلعب دور رئيسي في جميع هذه المحاور مثلا إذا أخذنا المحور المالي والاقتصادي الهيئة تعمل على زيادة تحصيل مستحقاتها وزيادة إيراداتها وتقليل نفقاتها وكذلك بالنسبة للتعرفة الآن تغيرت فيكون زيادة إيرادات لحكومة مملكة البحرين بالنسبة للمحور البنية التحتية فالهيئة الكهرباء والماء مهم كمحور بيئة تحتية لجميع المشروعات وجميع الخدمات في مملكة البحرين فلها دور أهمية كثيرة أن تكون مستدامة وفي المحور البيئة والمحافظة على استخدام الأمثل للموارد الطبيعية فالكهرباء والماء الآن مقبلة على فترة جديدة باستخدام الطاقة المتجددة حيث سوف هذه الطاقة طاقة نظيفة وسوف تكون جزءا من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء لتفعيل هذه دور الهيئة في البرنامج عمل الحكومة هناك 17 مشروع تقوم بها هيئة الكهرباء والماء وكلها تصب في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 ومن أهم المشاريع التي تقوم بها الآن هيئة الكهرباء والماء أولا استحداث أو أعداد شبكة جديدة ذات جهد 400 كيلو باط للكهرباء وبكلفة 740 مليون دولار يتم دعمها من الدعم الخليجي وهذا المشروع دشنه صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في مايو 2016 أي قبل عدة شهور المشروع الآخر وهذا المشروع يكلف 740 مليون دولار المشروع الآخر الكبير هو المرحلة الثانية من محطة الدور وهذا المشروع سوف ينتج عن طاقة انتاجية حوالي 1300 ميجاوات من الكهرباء و50 مليون جالون من الماء يوميا ترجمة نانسي قنقر